بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل مع الشابتر السادس بعنوان properties of section moment of inertia في جزئها العاشر إن شاء الله رح نشوف مع بعض الparallel axis theorem بالmoment of inertia of composite areas يعني الارية المركبة بالنسبة للparallel axis theorem we will consider the moment of inertia i of an area a with respect to the axis a a dash طبعا هنا تكتب المoment of inertia بالطريقة التالية زي ما متعودين بها هي الانتغريل of y تربيع d a now عايز أنتقل من الأكسس a a dash إلى الأكسس b b dash واكتب المoment of inertia طبعا المoment of inertia رح يكتب بالنسبة a a dash بيكتب بالطريقة التالية وهنا ال y رح نعوضها ب y dash مع d يعني أنا عندي هنا مثلا هذه هي ال y بتساوي d مع y dash طبعا طالما عندي هنا التربيع رح يفضل زي ما هو هنا وطبعا الكتابة هذه بتكتب بالطريقة التالية فيصبح عندي أنتغريل of y dash تربيع d a plus 2d طبعا ال d هنا ثابتة خرجتها برى الأنتغريل 2d أنتغريل y dash d a plus d square أنتغريل d a طبعا هذا هنا static moment سفر رح يفضل لي في الكتابة متاعي الجزء هذا والجزء هذا طبعا هذه هي بتساوي i bar وهذه بالنسبة لي integral of d a بتساوي a تحصل في النتيجة التالية i بتساوي i bar plus a d تربية هذه بنسميها parallel axis theorem يعني زي أنتقل بها من محور إلى محور ثاني طبعا هي بتساوي moment of inertia بالنسبة للمحور الأول مع الاريا ضارة بالمسافة من المحور الأول إلى المحور الثاني بنسميها t وهنا زي ما تشوفوا بتكون d تربية الآن moment of inertia of a circular area with respect to a tangent to the circle مثلا هنا t وزي ما تشوفوا أطبق قاعدة parallel axis theorem بتساوي i bar plus plus a d تربية وحنا شفنا من قبل أنه الاي بار بتساوي ربع pi r os 4 وبالنسبة للاريا هي بتساوي pi r square وهذه d square بتساوي r square وهي المسافة من هنا لهنا d بتساوي r ولو عملت العملية الحسابية راح أجد بتساوي 5 على 4 pi r os 4 moment of inertia of a triangle with respect to the centroidal axis طبعا أنا هنا عايز أحسب moment of inertia بالنسبة للمثلث وبيكون طبعا بالنسبة للأكسس اللي بيمر بالcentroid c هذا بنسميه centroidal axis a a a dash بتساوي i bar b b dash plus a d تربية يعني كتابة للparallel axis theorem لكن أنا هنا عايز i b b dash اللي هو حسبة centroidal axis زي ما أشرت هنا طبعا هذه لو أخذت a d تربية على اليسار راح أتحصل على الكتابة التالية i b b dash بتساوي i a a dash minus a d تربية والi a a dash هذه بتساوي b h cube على 12 جاي ما شفنا من قبل في الجدول والاريا بتساوي 0.5 b h هذه هي الاريا وطبعا ال d ال distance من هنا لهنا الصندroid بيكون موجود في ثلث المسافة أو ثلث الارتفاع فهنا بتكون h على 3 تربية أتحصل كنتيجة نهائية i b b dash بتساوي 1 على 36 b h cube ترجمة نانسي قنقر